بطولة غرب آسيا التاسعة تأتي بعد مرور 19 عاماً على انطلاق البطولة الأولى وهي التي تعود بعد توقف دام لخمس سنوات منذ البطولة الأخيرة في قطر عام 2014 النسخة الأولى في عام 2000 كانت في الأردن التي أسست البطولة والاتحاد حيث سميت تلك النسخة بكأس الحسين لتكريم اسم الملك الراحل الحسين بن طلال إيران تسيطر على سجل الأبطال البطولة بأربعة ألقاب حصدتها خلال النسخ الثمانية الماضية رغم خروجها من الاتحاد في عام 2014 الأردن أكثر الدول التي استضافت البطولة بثلاث نسخ فيما استضافت إيران وسوريا والكويت وقطر والعراق النسخة المتبقية منتخب النشامة لا يزال يبحث عن لقبه الأول في بطولة غرب آسيا فهو وصل إلى نهائي البطولة ثلاث مرات وكان قريبا من تتويج ولكن عقدة النهائي لازمته فيها خلال النسخ الثمانية الماضية مر على النشامة العديد من المدربين بداية من محمد عوض مرورا بالمصري محمود الجهري والعراقي عدنان حمد وغيرهم من المدربين وصولا لفيتال المدير الفني الحالي للمنتخب الوطني عامر ريب نجم المنتخب الوطني السابقا هو هداف النشامة في البطولة برصيد أربعة أهداف القائد السابق للنشامة ومدرب المنتخب السابقا عبدالله أبو زمع هو صاحب أول هدف بتاريخ البطولة عندما سجل الهدف الأول للأردن أمام قرغزستان في عام 2000 ترجمة نانسي قنقر